بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أسرع المرسلين نواصل دايما في تشابتر 4 اليوم إن شاء الله نشوف الليكتشر 3 هنا هنشوفها اللي هو باستخدام الميتركس انفيرس والباكسلاش اوبريتور طبعا نحن الهدف عندنا هنا سيستم اف لينيار الجبريك اكويشن اللي هو نظام معادلات خطية هنشوف هنا كيف ممكن نحلوه معروف أنه هذا النظام هذا المعادلة بهذا الشكل ممكن نسويه على هذا الشكل ax equal b مين هي ال-a ال-a اللي هي ميتركس فيها ايش فيها كل هذي الكويفشنط كل اللي مضرب في المجهول نحن المجهول عندنا هنا اللي هو x y z صح أي شيء المعاملات تبعها هنحطها في هذا الميتركس هنا صح وبعدين ال-b ايش هي ال-b اللي هي هذي الميتركس وال-x اللي هي ال-x اللي هي x y z الموجودة في هذه المعادلة المجهب هنشوف كيف ممكن نحل هذا النظام هذه المعادلات ax equal b هذي ما هي هنشوفها هنا ax equal b هل ممكن نضرب الدالة العكسية طبعا هنضرب الطرفين هذي هذي اي دالة مضربة في دالة العكسية ميتركس مضربة الميتركس العكسية اللي هي تعطينا واحد اذا واحد في x تساوي a inverse b كيف نترجم هذا على الماتلاب اولا هذا يعطينا نفس اللي شفنا شوية اللي جاية من هنا هذي نحولها للماتلاب بهذا الشكل mv a مضربة في b شوف مثال عندي هذا نظام المعادلات كيف ممكن نحلو طبعا الأولا نجيب هذا ممكن نحلو نجعله على الشكل ax equal b ax عفوا equal b اذا ال-a هش هي ال-a هي الميتركسينية 6-12-4 6-12-4 وبعدين 7 سالب 2-3 7 سالب 2-3 وبعدين 2-8 سالب 9 2-8 سالب 9 ال-b ايش هي ال-b ما هي الا 70 5 64 اولا نشوف اولا نقدر ندخل ال-a ال-a اللي هي جبناها هنا اللي هي المعاملات هنا بعدين ايش هي ال-b ال-b اللي هي 70 5 64 لاحظ ان هنا كل عدد احطه تحت ثاني وهنا لما اكمل السطر احط سامي كله علشان انزل تحت سيما شبنا في chapter 2 وبعدين استخدم matrix inverse علشان نجيب بها الحل لانه قايل لك هنا استخدم matrix inverse function ok طبعا بعد ما احط enter هيعطيني ثلاث حلول اش ما الحلول هذه هذه هي قيمة x وهذه قيمة y وهذه قيمة z اللي موجودين في هذه المعادلة ونستخدم كمان backslash operator والbackslash انا عندي ax equal b هذه معرفة معنى انو x تساوي b على a لكن هذه نفسها a backslash b لانو هذه هي القسمة العكسية ماشي اوكي اذا كيف ندخل على المثلاب ندخل بهذا الشكل نشوف مثال نفس المعادلة اللي كانت عندي ندخل a b لكن هنا بدل ما استخدم matrix inverse باستخدم backslash طبعا يحيطين الثلاث حلول لكن الثلاث حلول هنا يقول لك انو لازم تكون الحل هنا وحيد ايش معنى الحل وحيد انو لازم هذه المعادلة تكون معادلة خطية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته